وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرى بلغم من قطران وتوشى وجوههم النار سلم يا رب تخيل لما تهيش في مكان عزكم الله حطن سودة شجر أسود مية سودة حتى شكل أهلها سود هتعيش إزاي علشان كده سيدنا أبي بن كعب كان يقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل للكافرين في القرآن اسمع قال إيه أَوْ كَذُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجَّي يَوْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكَدْ يَرَاهَا سلم يا رب ده في البحر وده إعجاز ربنا سبحانه وتعالى قالهن من 1443 سنة والعلم لسه مكتشفه فاللي قادر يعمل كده في البحر مش قادر يعمل كده في جهنم علشان كده سيدنا الحبيب اسمع بيقول إيه أوقد الله على النار ألف سنة حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي الآن سوداء مظلمة كالليل المظلم أنت متخيل بالله عليك أنا أسألك سؤال ويسيبك بقى من كل الكلام اللي أنا قلته في كل اللي أنت سمعته ده مين من عيالك اللي قدين حواليك ولا اللي سكنين بعيد عنك وما بيسألوش عليك ولا حتى اللي أنت بتأمن مستقبلهم ومش عارف إذا كانوا يضربوك ولا يبوسوا إيديك يستاهل أن أنت تقعد ساعة حتى في المكان اللي بحكي لك عنه ده إيه اللي في الدنيا اللي الواحد أصلاً مش حاسس بيها عاشها إزاي أنا فاكر لساً بارح كنا أطفال والله وأنا فاكر كويس قوي وأنا كنت في أولى ابتدائي وفتانية ابتدائي في المعهد الأزهري واشوف الولاد اللي بعد الضخر اللي هم في خمسة وستة وأقول ياه إمتى أطلع خمسة وستة هب لقيت نفسي في خمسة وستة كنت بتمنى اليوم اللي أمشي فيه من المعهد الأزهري وأروح المعهد الأزهري لقيت نفسي في المعهد الأزهري وبص الكده للجماعة اللي في سنوي إمتى أكون زي اللي في سنوي دول هب لقيت نفسي في سنوي هب مشيت من سنوي هب روحت الكلية هب خلصت هب لقيت نفسي تجوست هب بقى لي عيال هب شعر بيض هب النهاردة بيقولولي عندك ربعين سنة انت متخيل انا عما لاعد كده واستشعر الوقت كأنه مبارح الجماعة في القناة هنا بيكلموني بيقولولي في رمضان هنسجل امتا ونبدأ امتا ونشتغل امتا رمضان ايه انا لسه يا جماعة مخلص رمضان يمكن لسه الزوجة ما شالتش الورق من على المكتب زي ما هو والله يمكن تخيلوا رمضان التاني جه وهكذا العمر هتلاقي بيمر وفي مرة من المرات هتلاقي شاشة النهار او غيرها او حتى موقعه على الفيسبوك او صفحتي يقولك الى رحمة الله اليوم فلان الفلان الشيخ محمد ابو بكر اغلقت صفحته انتهت الدنيا اللي عملين نتقاتل فيها وعملين نعادي فيها وعملين نتقاطع فيها والروح لدنيا جديدة انصحها التعبير هي الحقيقية هي الدار اللي احنا فعلا هنعيش فيها لمشتعدين ولا معنا زاد ولا معنا حاجة هنروح نقفين نقول لربنا ايه والله انا بسألك اسئلة طبيعية والله دلوقتي انا ناسي خالص ان انا رجل شيخ وقاعد قدام الكاميرا لكن اقسم بالله انا بسألك الاسئلة اللي انا باعد اسألها النفس لما بشوف حد يدفن او حتى بروح المقابر عندي ستي او عندي جدي وبيعليح عليك كده تعالى انظر ستك الله يرحمها ويدي له العمر والصحة فبص كده هو انا في يوم الايام هنام هنا الوحدي هو انا في يوم من الايام اللي انا اصلا بقرف من نفسي ويعني جماعة عارفين عندي كده لو حد عايز يقومني من على الاكل يمسك المعلاقة بتاعتي خلاص انا كده زهقت وهقوم مش هاكل تاني انا الراجل اللي انا فيه اللي ممنوع حد يمسك قلمي اللي ممنوع حد يشرب من مجي اللي ايه ايه في ايه انا هنام هنا الوحدي انا هنام والطراب ده يهال علي طب بالله عليكم هنام في الحتة الديقة دي ده انا يعني السرين لو الواد نايم جنبي وبيعشقني ونايم في حضني خمس ده وقوله امي على السرق بقى امي بقى ما اديقنيش طب انا هنام هنا في الحتة اللي هي تسعة اشبار من الارض تخيل اه دي الحقيقة والمصير لاما جنة لاما نايم ويويلك لو المصير نار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة